السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بكم شاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ألوم كملين عايز قبل ما أبدأ بس الحلقة دي أقول حاجة إحنا في عز الحر دلوقتي ومحناش قادرين مشغلين التكيفات ومحناش قادرين في مصر حر وفي اسطنبول حر والدنيا كلها بقت حر بس يا طرى يا هل طرى دعينا كلنا لكل الناس اللي جوه السجون والمعتقلات إن ربنا يفرج عنهم اللي ما عملش كده يعمل كده دلوقتي ويقول في عز الحر ده ربنا فعلا يفرج عن كل سجين وكل معتقل بيدفع ضريبة عشان نهضة البلد دي وعمرنا أبدا ما هنمساهم مهما حصل ندخل بقى في موضوع حلقتنا النهاردة مشاهدين الكرام وصحينا النهاردة على خبر في منطقة الخطورة بيقولك إيه بقى يا سيدي تحرك برلماني عاجل خير اللهم ما جعله خير قالك لتشديد عقوبات ضرب الأزواج والست اللي هتضرب جزهة هتتحبس متخيل حضرتك الخبر اللي منشور النهاردة في كل المواقع والمنصات الإلكترونية وصلنا لمرحلة إنها يتعمل قوانين عشان تمنع الأزواج إنها تضرب بعض يعني إذن الزوجة اللي هتقوم تدي الجزهة أو الزوج اللي هتقوم يطرقع لمراته خلاص هيبقى في قانون هيحجم موضوع الطرقعة ده ويقولك بقى الضرب مثلا يبقى عالكتفة ولا في الوش طب لو إصابة في الرجلة تبقى كم سنة طب كم شهر طب جنحة ولا مش جنحة إحنا وصلنا للمرحلة دي الناس نسيت كلام ربنا سبحانه وتعالى نسيوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو كما قال استوسوا بالنساء خيرا ومش بس كده ده كمان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النساء على الرجال وقال في حق الرجل لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والحديث ده رواه ابن ماجة وصححه الألباني عشان ما حدش يقولك أنت بتجيبك كلام ده منه طب ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بقى إيه اللي بيحصل دلوقتي الوضع بقى إيه أنا أقولك دلوقتي حضرتك الراجل بيقوم الصبح يقوم عامل إيه بيقتل مراته عشان إيه رغاية وبتتكلم كتير إيه عم رغاية وبتتكلم كتير بتقيت لها باين نسمع الأخبار دي طب والست بتقيت الجزهة ليه بس ست هارم قلت لك أسلو طلبت منه فلوس وقال لي منين ما عايش ما فيش أنا مش قادرة أديك طيب واللي قلبه حنين وما بيقتلش مراته بيقوم يعني صراحة كده بيبقى لطيف جدا في عملها عاها مستديمة في وشها واللي قلبها حنين وما بتخضرش بجزهة ولا تتبحه وبعدين تسلق اللحمة بتاع الجزهة وتقولها لحم جزهة أكلين لحم البشر عادي جدا تقولك يعني ما بتخضرش بجزه فممكن تعمله برضه في وشه وكده إيه عاها كده بسكنة المطبخ والدنيا تمام الكلام دلوقتي بقى واخد منحنة خطير جدا طب هل موضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده بقى ظاهرة ومحتاج فعلا تشريع برلماني ولا الموضوع عبارة عن أحداث فردية لكنها كترت عن اللازم وكترت عن الحد المعتاد بحيث أن هي تبقى أو أصبحت تزعج الرأي العام خلينا أقولكو أنه ممكن أكون يعني حاطت القصة في إطار النية واخدى شكل الظاهرة من تكرار حوادث القتل ما بين الأزواج والزوجات وحالات الضرب الشديد اللي بسبب أو من غير سبب وفي الآخر بتسبب بقى أمور كتيرة جدا منها بقى سيبك بقى من الألم اللي هو في الوش والتقطيع والموت والكلام ده كله والعاهات المستديمة وغيرها لكن فيها جماعة شرخ وكسر كبير جدا بيحصل في جدار الترابط العائلي والأسري وبيزيد معاه أو بتزيد معاه معدل الجريمة الشارع المصري والأسرة والمجتمع اتغيرت القيم فيهم والعادات والمعتقدات لحد ما بقنا نسمع الحوادث انتشرت بشكل كبير جدا في مجتمعنا ما كناش بنسمع عنها قبل كده